ترجمة نانسي قنقر ويتفتتاح مركز التوظيف الجديد في سياق اهتمام الحكومة الموقرة بتقديم أفضل الخدمات في مجال التوظيف وتأهيل الباحثين عن عمل حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لاستقبال المراجعين المستفيدين من خدمات الوزارة من خلال مركز المنامة للتوظيف والتدريب ما يزيد على 1500 مراجع شهريا ويعمل المركز الجديد على تقديم خدمات شاملة في مجال التوظيف والتأهيل والتوجيه والإرشاد الوظيفي والتأمين ضد التعطل وتقديم الاستشارات للباحثين عن عمل كما يعرض فرص التدريب أمام الباحثين عن عمل بالتنسيق مع صندوق العمل تمكين إضافة إلى خدمة أصحاب العمل وتثبيت توظيف العمالة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص علما بأن هذا المركز يتوسط منطقة المنامة ويخدم كافة أهالي محافظة العاصمة ولفت الوزير إلى أن مراكز التوظيف الفرعية للوزارة في مختلف محافظات مملكة البحرين تشكل أحد الآليات التي أثبتت نجاحها في تعزيز توظيف المواطنين وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب العمل فيها فيما يخص توظيف العمالة البحرينية داعيا جميع القاطنين في محافظة العاصمة من باحثين عن عمل وكذلك أصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف كوادر بحرينية مؤهلة إلى مراجعة المركز للاستفادة من تلك الخدمات المتنوعة اليوم تشرفنا بافتتاح مركز توظيف جديد وشامل في منطقة الجفير يخدم محافظة العاصمة ويقدم خدماته لمنطقة الجفير وأم الحصم والقرى المحادية للعاصمة المنامة المركز متطور يقدم خدمات متطورة للباحثين عن عمل من خلال إيجاد الوظائف المناسبة وإيجاد التدريب فرص التدريب المناسبة وكذلك خدمات التأمين ضد التعطل ومشكلات تحسين الأجور وإلى آخره فأنا الحقيقة أدعو المواطنين المحتاجين إلى مثل هذه الخدمات بالمبادرة بالتسجيل وزيارة المركز للحصول على الخدمات المطلوبة والوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار التوجيهات الكريمة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء سوف تستمر في تحسين الخدمات وتنويع الخدمات وتوصيلها إلى مختلف المناطق لتقديمها إلى المواطن بيسر وسهولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر